دلوقتي مع أزرف أسرار النجوم أهم خمس أزرف هتفتحي زرف زرف أيمن باجت أمر كان خايف قاوي أه خديهم بقى كلهم أيمن باجت أمر الحلقة اللي فاتت قللي فيه الأزرف دي ما تخوفينيش بس كان نفسي قوي انت عارف أنا أبسست في التلفزيون وشوف دايما المواصلين بيعملوا كده فلا لعبة لذيذة ده ريمون ده بقى معي في الإعادة رمز جلال كلميني بقى عن تجربتك ورمز يعني رمز خطير تجربة أنا كنت عايز أعملها أنا جالي البرنامج إن ده برنامج مع رمز جلالها ندوق أكلي وكده عارف إن أكيد حاجة هتحصل هتخديني بس ما كنتش متخيلة إن الأرض هتتفتح من تحتي مع إن دي حاجة قالولي دي طبيعي إن ده رمز يعني أكيد دي يعني جات في دماغي بجد ما جاتش في دماغي مستنيه بقى إيه دنيا تبقى ضلمة الفيرز بتاعتي أنا عبيطة بس رمز أنا بحب البرنامج بتاعوي جدا بغض النظر من الناس بتشوف إن ده شيء قاسي أو كده بس أنا بحس إن هو بيحب يهزر طبعا بيزودها بس بس أتبسط يعني كانت إكسبرينس لزيزة وطلعت منها سليمة فده أهم لو طلبك تاني هتروحي آه آه يا رمز عايز أقولك إن رمز دي طبيعته على فكرة يعني رمز في العادي حتى هو قاعد كده الميكينج بتاع البشرة الميز لإن أنا كنت قادة قدام بتلفزيون بس رعب سواريخ تحت الم أنا بقى كنت عايزة أمثل عشان الهزار ده تخيالي بتحظي بس جاتلي بقى يعني انتنس يعني فشكرا يا رمز شكرا يا رمز الظرف اللي بعده بتفتح الظرف آية سماحة تقولي إيه الآية سماحة شايفاها إزاي قالها مبسوطة منها جدا قالها أنت بيت جدعة وبرافو عليكي وآآ مبايق إيه كيف حاجة؟ خالص 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 بلعكس يعني عايزة طب طب عليها طوالي وقت مشاركة ده أسمو إيه نفسك تشوفيها مع مين فرمضان ناس كتير قوي بداي قوي من السؤال ده عشان بجد في ناس شتغلت معاهم أتمنى شتغلوا رمضان جدا وفيه ناس ما اشتغلتش معاهم نفسي يعني اي حاجة فانا جدا بس ناس كتير قوي 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 ان شاء الله نفتح زرف تاني واظرف اسرار النجوم محمد السباعي حبيب حمد السباعي طبعا الرائع ابن اخو نودي السباعي ناهد وابن الراحلة المنتجة ناهد فريد شوق الست دي كانت هنتكلم عنها بس محمد السباعي الزوج والصديق والسابورتر سعيد بيبقى ابن واللي بيطبطب علي دايما بقى لكو قد ايه اربع سنين متجوزين نعرف بعض بقالنا تسع سنين حبيب ادوارك حبيب اللي جدا حبيبني انا باللي انا بعمله ودي حاجة مش موجودة خالص انا عايز اقولك الراجل الشرقي بالذات عنده بعض الرجال دايما يقولي قولي بعض عشان ما غلطش في كله بس في بعض يقولك دايما بعض الرجال عندهم انفسام شوية في الشخصية وبيضيقهم اه ممكن ياخدك تبقي نكحة وكل حاجة وفي النحل تحسي كده برضو بدأ يجزه لا سباعي ما اخدنيش نكحة وابتدأ يجزه خالص بالعكس بس احنا يعني اخدني عادي انا كنت ماشي في نفس التراك اللي انا ماشي فيه والحب والسابورت اللي بيدهولي والامان هو اللي مخليني ان انا اعرف اه اتبسط باللي انا بعمله وابقى حاسة ان انا في مكان صح يعني اعرفته على بعض الزي انا شفته في الاول كنا بناخد ويركشوب عند مرة جبريل زمان خالص في المعادي اه بس مش في الوركشوب هو كان جايين كاستنج لمسلسل كان مسلسل تقريبا السبع وصايا تيق لي لان هو كان داخل يعمل دور الشيطان وانا ملبوسة حاجة كده والله يبدا وبعدين انا فيه فيتشيرز للراجل انا بحبها من انا صغيرة اللي هو الراجل الطويل ابو شعري طويل وشكله امور وكده فالحاجات دي عندي ويك بوينتز فيها فسألتهم مين ابو شعري طويل ده اندان ومتكلمناش خالص قابلنا في ويركشوب تانية كنا بناخد ويركشوب مع جاريد جيمز راجل جميل جدا بيجي كل فترة كده مصر بيدي ورش وتعرفت عليه هناك وبعد كده يعني تقريبا انا اللي جاوزت ومش هو اللي جاوز يعني انا اللي قلت به وياران اتجاوز بس براو دي دي انا احب البنت اللي تبقى عارفة هي عايزة ايه اكتر عمل بيحبه لك محمد السباعي بيحب مورقة طبيعة جدا الله على ده خالد نور جدا عشان لقاني يعني كاركترا كنا بنذكر وروحت عملت حاجات تانية فاتبسط وبيحب حدثة بالفعل وبيحب حسنة جدا دور عملته دي كت من اول الحاجات ده كان مسلسل اسمه زي الامر كان كل تلات حلقات حدوتها انا صحة لا هي مكتش حامل هي كانت ام وكانت كانت قريبة مني جدا بعيد بقى خالص عن سباعي وعن مودي وعن كل الحاجات انا وهي وان تو وان كده المزاج والرواءين وبطبست قوي دلوقتي حتى لما سباعي بيود يقولي ايه ده البريفيوم دي دي كانت امي هتجيبها لينا زوق فحاجات طبعا هي زوقها يعني انا مجيش جام بو حاجة بس بحس ببراود مومنت كده لما احس النهاية دي ممكن تبقى حاجة شبهها سبت ملهاش زي اعظم ام شفتها في حياتي اعظم منتجة شفتها في حياتي وكانت صديقة وجميلة وحاجة قالت هالك مش ممكن تنسيها حاجة عن الملك فريد شوقي حاجة انا عايز اقولك بتحب حب مش طبيعي اه مش طبيعي انا هي كانت صاحبتي اصلها شكل مش طبيعي انا ما بشوف له انتريفيوز وهو بيتكلم اكتشن ما هو اول بتتكلم بالضبط والله بكل حاجة لأ هي كانت بتقولي ايه كانت بتقولي انا بحب عشان كنت بحب البس لها اللي هي بتحبه والالوان اللي بتحبها هي كانت بتعمل كده الفريد شوقي اللي يرحمه الموضوع ده كان مؤثر فيا ودي love language معايا لحد دلوقتي لما بحب حد لو بيحب لون لو بي يعني بحب البس اللي انا بحبهم عايز اقولك هي كانت فعلا ست very very special وانا حسن ناهد فريد شوقي كان لها علاقة مع كل حد هي عرفته very special جدا انا الست دي كانت special جدا ليا وانا نودي صاحبتي وحببتي وكل حاجة بس انا بجد الست دي كنت بكلمها في التليفون اقعد ارغي معاها انا لوحدة وقدت قعد نكلم في السينما جدا في السينما بس يعني في كل حاجة كت رهيبة بجد الله يحمل وفهميني وقريبة لي وست حق قنية قوي لا انا بقى يعني حاجة ما تطاوضش انا فاكرة يوم العازة واخذت مننا اه طبعا انا فاكرة يوم العازة انتي كنت بنتها التالتة يعني انا فاكرة اليوم ده اه آية كمان كانت زيها زي نودي وزي محمد كانت يعني مؤثرة فيكي كانت مؤثرا في الناس كلها ألف رحمة ونور عليها